موسيقى الكاتب الصحفي مساء الخيري أستاذ ماجد مساء نوري فن ما الذي يضيفه اختيار الأنبى كوادروس إلى الحراك الجاري الآن في المجتمع المسيحي بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير قدراته الشخصية وثقفته الوسعة وتعطي إمكانية التعامل مع المناخ السائد الآن وقبل ما أتكلم عن البطريارك الجديد أحب أحيي الرجل القدير القدرة الأنبى قائم مقام البطريارك الذي قاد عملية التحول باقتدار وشفافه طيب كيف يمكن أن نرى مظاهر هذا التغير الذي تقول أنه سيكون وراءه فكر البابا الجديد ثقافته الوسعة حقيقة هو إنسان مساطف وبعدين قادر على التعامل من خلال التجارب معه في الأيام الأخيرة وكان قريب جدا من الأنبى وخميس وده يدعي أن يجي انطباع أكثر هو المشكلة أن بعض الناس يحاولون المقارنة بين البابا الجديد والبابا الراحل كاريزمة الأنبى شنودة أيضا من العقبات التي ستبعه قدام البابا الجديد طيب أنا ما سألت عنه هو كيف سينعكس هذا الفكر على مشاركة المسيحيين سياسيا مثلا فكرة الاندماج الكامل بين المسيحيين والمسلمين في البلاد الاندماج موجود بس فيه عقبات اللي هي المعاخذة لا تؤخذني في هذا الفكر الإسلامي الجديد هو أحد عقبات أمام الأطباط في المشاركة السياسية يعني الكلام اللي بيتربت من السلافيين الجزية والولاية المسلم على غير المسلم هذا الكلام هو الذي يعني يكاد يكون حائط سد أمام المشاركة السياسية المقبض طيب هذه العقبة أو هذا العائق كيف تتخيل تعامل البابا الجديد معه؟ أنا ألمح تحول جديد في فكر الإخوان بعض الشيء يعني التحول في فكر الإخوان نهارده والتعامل مع الآخر أفضل كثيرا من الفكر السلافي لشاء البلاد والممارسة والتحول واحتياجات البلاد والتعامل الشعبي ضروري حيصلت فكر جديد واتجاهات جديدة رغم كل التخلفات الموجودة طيب شكرا جزيلا للكاتب الصحفي ماجد عطية ومعي الصحفي والكاتب الأستاذ لويس جريس مساء الخير يا أستاذ لويس مساء الخير إزاي صحتك أولا؟ أهلا وسائلا الحمد لله أستاذ لويس يعني كثير من المسيحيين وأيضا من المسلمين يتوقعون يعني انعطافة جديدة للمشاركة المسيحيين في الحياة السياسية وأيضا الحياة المجتمعية مع المسلمين هل تعتقد أن هذه الانعطافة يمكن أن تفيد المجتمع المسيحي في الفترة المقبلة؟ هو الحقيقة أهم حاجة ستحدث هذه المرة في انتخاب البابا الكثير حدث النهام أرجو الانتفاة إليه هذا الحدث هو أن الرئيس محمد مرسي رئيس كمهورية مصر العربية المنتخب قرر حضور حفل جلوس البابا واستلامه بمقر الباباوية كروزا ورئيسا للكنيسة الأرضية المصرية التي هي الكنيسة الوطنية هذا يحدث لأول مرة في تاريخ مصر أن يقوم الحاكم وهو رئيس مستخد بأن يحضر حق اعتلاء البطريارك الجديد كرسي الباباوية البطريارك الكريسة الوطنية المصرية أنا الحقيقة أضع هذا الخبر في قائمة الأخبار أحداث القادمة لأنه سوف يترتب على هذا الحدث أمور كثيرة في المستخدر عندما يحضر الرئيس الجمهورية حسب تنصيل وطريف الكنيسة الوطنية فالثق تمام أن بقية الملفات ستجد طريقها إلى الحل وأن ما كان يحدث في الماضي من غبن أو ظلم أو استئات على مصر بسبب انتمائه لعقيدة ما أو لجنس ما سوف يزول في المستقبل القليل لأن رئيس الجمهورية قبل أن يحضر حفل تنصيل بطريارك الأخبار في مصر هذا حدث هام وهذا هو الذي يتسخ جميع التحديات القادمة ممكن تجد طريقها للحل بهذا الحدث عندما يتوفر لدينا رئيس الدولة المصرية يفرح ويجلس مع بقية الناس ليحتفل بعيد جلوس أو باعتمد مراطن مصري كرسي البابوية بالكنيسة الوطنية طيب أستاذ لويس يعني أنت كيف تتخيل مدى التغيير في المشاركة السياسية للمسيحيين في عهد البابا الجديد البطريارك الجديد الحقيقة له يعني مبادرات سابقة عندما كان عثقفا للبحيرة وأنه كان يشجع أبناء الكنيسة على الانخراط في العمل السياسي اليومي والمشاركة السياسية كان يشجعهم على الانضمام إلى الأحزاب منذ ثورة 25 يناير ويشجعهم على الانسلوب والانخراط في الحياة اليومية للمصريين كان يريد أن يزيل التفرقة التي سمعتها الحكومات السابقة في عهد مبادرات قبل ذلك من كون أن الأقباط عندما يترون يذهبون إلى الكنيسة لأول مرة أصبح قدسي المسيحي مثله مثل المسيحي عندما يترون يخرجون في ثورة احتجالية واحدة بشفتهم مصريين وليس بشفتهم أصحاب أخاية مختلفة طيب شكرا جزيلا للأستاذ لويس جريس الكاتب الصحفي ومن بين مشاهدين نستمع إلى رأي الأخ محمود من كرداسة مساخرية أستاذ محمود أستاذ نورة أستاذ كارم زرحة الرجل يا أهلا بك أستاذ محمود يعني أنت كيف تتابع اختيار أو مراسم اختيار البابا الجديد هل تعتقد أن في ذلك إضافة لجهود المسيحيين على الاندماج في الحياة السياسية المصرية طبعا بهني طبعا اللي أخوة الأخبار طبعا بتولي البابا الجديد خلفا طبعا البابا الشنودة صاحب المقولة المشهورة طبعا مصر وطن يعيش فينا فمن هذه المقولة نجد مسؤولية واعتقى عرقات طبعا البابا الجديد اللي يكون على ناهج البابا الشنودة حيث أنه هو اشتغرب الوطنية الكبيرة والشفيفية فبالتالي نتمنى منه طبعا أنه يكون على نفس النهج ونشوف طبعا نوع من أنواع الوحدة الوطنية تدجسد في عفعال العرض الواقع وأنه هو يهتم طبعا بالأخوة الأجباط الأجباط مز أصيل من الشعب المصري وجوز موجود في كل مكان الأجباط طبعا زي ما احنا عارفين مش موجودين في مكان واحد لواحدهم لا ده موجودين في كل الشارع بتلاقي معظم الشارع ممكن يكون مسلمين وفي وسط الشارع ساكن كبير وبتلاقي المحلات مش كل المحلات بيبقوا مسلمين ومسلمين واحدهم لا بتلاقي المحل المسيح ووسط على المسلمين فاحنا شعب واحد ملتاح ونفضل كده على طول لكن أنا كإنسان مصري بشوف طبعا الأخوة الأجباط بعضهم مهمش جدا وبعضهم يلاقيش الرعاية المطلوبة من الدولة زي هم زي المسلمين لكن لأنهم عددهم أقل وفيه رجال أعمال وفيه كميسة مدعمة وفيه رجال أعمال لديهم أموال طائرة من الأخوة طبعا الأجباط فبالتالي العدد الولاي اللي ده مع رجال الأعمال اللي هم من أغنى رجال العالم بالتالي يجب على كميسة أن تحافظها ولها الرجال الأعمال على دعم ولها الفقراء المسيحيين لأن أنا بشوف معايا في الشغل ناس مسيحيين بيوصلوا والأربعين سنة ومش عارف يشوف شقنا مش عارف يتجوز فمن خلال كده بحس بالوجع الكبير اللي هم عاشين فيه احنا كلنا عاشين في الوجع ده لأنهم أقل عددهم أليم وعندهم رجال أعمال عندهم أموال طائرة فبالتالي يجب على هؤلاء رجال الأعمال تدعمهم طيب أستاذ محمود أستاذ محمود يعني هل من دور على المسلمين لتشجيع المسيحيين على أن يكون لهم دور سياسي مكمل وأصيل أيضا مع المسلمين طبعا الأخوة الأكباط بنوز أصيحي من الشعب المصري وفيهم كفاءات عالية احنا لما نشوف البابا الموجود حاليا يعني زي ما شفت السيديد تاعة اللي هو رأى دكتور صيدالي وله كتب وله فمعظم المسيحيين لديهم كفاءة ولديهم كدر على تولي المناصر وبعدهم متولي فعلا يعني كان عندنا وزير السياحة السابق كان مسيح وراجل مسلم ومسيح كلنا كنا بنشكر فيه كلنا كنا بندعمه درجة أنه هو وقفهم ظهر في الدار الرماية هنا عشان يشجع السياحة فالأخوة الأكباط فيهم كفاءات عالية وإحنا بالفعل يعني حرب أكتوبر ما كانش مسلمين بس لو طلعينا على الخط برليف كنا مسلمين ومسيحيين كان شعقنا مسلم ومسيحي الله أكبر لأنه ربنا رب الكل فبالتالي مسلم ومسيحي بإذن الله أنا عدي ونتحدى يوميا المحن والفتن اللي بيحاول البعض زرعها داخل مصر لكننا شعب واحد كلنا عايشين مع بعض كلنا بندفع عن بعض ونحمي عن بعض وإحنا من منذ الصغر ومعنا بإخوة الأكباط في المدارس فيه ود وفيه تواصل وأنا شخصيا لما بعف يعني كان في الفترة من الفترات مع نديش كنتش مواظف كده كنت بروح لبيت واحد صاحب المسيحي وكنت بعد عنده كان بفتح لي الميت وكننا بنظور على وظائف طيب طيب شكرا شكرا جزيلا دي الأخ محمود من كرداسة معي الآن الأنبى الدكتور يوحن قلتا نائب بطريارك الأقباط الكاثوليك مساء الخير يا دكتور مساء الدول يا فهن دكتور يعني الكل مستبشر بقدوم بابا جديد البابا توادروس الثاني وربما كان منبع التفاؤل سواء كان من بين المسيحيين والمسلمين هو أن هذا الرجل يأتي في مرحلة دقيقة من التحول السياسي والاجتماعي في مصر ما الذي يمكن أن يضيفه البابا الجديد لقضية الممارسة السياسية للأقباط في مصر أولا شكرا على الدعوة الكريمة وشكرا على سؤالك قبل كل شيء أود أن أرفع الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى الذي ساعدنا على هذه النهاية السعيدة وأشكر بكل إنسان مصري مسلم مصري لأنه لولا سماحت صدر هذا الوطن وسماحت صدر شعبنا العظيم المسلمين لما أمكننا نحن الأقباط أن نحقق هذا الإنجاز في حضارة وفي رقي وفي سلام وفي أمن شكرا لشعبنا المصري المسلم العظيم أما ما نتوقعه من البابا الجديد أنا أتوقع أن يضيف بعدا اجتماعيا نظرا لأنه عاش أغلب حياته في الأرياف في البحيرة في صهاج بين الفلاحيين بين البؤشاء أعتقد أنه سيكون دافع أو هاجس مساعدة الفقراء من المسلمين والمسيحيين هما كبيرا عنده طيب هل تعتقد فيما يقوله البعض بأن لو تجاوزنا بالقول أنه قبضت الكنيسة على المشاركة السياسية أو النشاط السياسي للمسيحيين في مصر قد ذهب إلى غير رجعة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير التي في وسطها قال المسيحيون لبابا الراحل أنك قيادة روحية نعم ولكن لا يمكن أن تكون مهيمنا على النشاط السياسي للمسيحيين من نعم الله علينا ومن رحابة صدر مصر العظيمة أن الشباب القبضي خرج من مظلة الكنيسة سياسيا كل ما قلته حضرتك تمام ودقيق ثورة خمسة وعشرين يناير انتزج الدم المسلم بالدم المسيحي شباب المسلم بالسباب المسيحي ثورة لم ترفع شعارا دينيا واحدا ثورة لم تعرف ايديولوجية معينة هذه الثورة بكل تأكيد أو أقول لحضرتك وللمشاه المستمعين غيرت مجرى تاريخ المسيحية في الشرق وفي مصر بنوعا خاص أصبح الشباب القبضي ينتمي أولا وثانيا وسالسا إلى مصر ثم بعد ذلك الانتماء الديني طيب يعني كيف يمكن أن نلمس مظاهر هذا التغيير في السنوات المقبلة بدأ هذا التغيير ملموسا في الشهور الأخيرة بعد الثورة اندمام الكثيرين من الشباب القبضي إلى الأحزاب السياسية عندنا نائب حزب العدالة والحرية الإخوان المسلمين قبضي الدكتور رفيق صمويل عندنا في كل الأحزاب أفراد من الشباب القبضي بدأت مصر مرحلة جديدة وبدأ الأقباط يختلطون ويزوبون في مجتمعهم المصري والحمد لله شكرا جزيلا للأنباء دكتور يوحن قلت نائب بطريارك الأقباط الكاثوليك من بين مشاهدين الكرام معي على الهاتف مهندس سيد رمضان مساء الخير بش مهندس مساء الخير سيد كارم بش مهندس هل تعتقد أن وجود بابا جديد الآن يمكن أن يغير من أوضاع المسيحيين العلاقة بين المسيحيين والمسلمين المشاركة السياسية أيضا للمسيحيين في المجتمع بالطبع يا سيد كارم نعم الأول قبل مبدأ الإجابة على سؤالك أهنئ الإخوة المسيحيين بانتخاب البابا خلافا للبابا شنولة وأهنئهم وأقول لهم مبروك على هذا وهذا كان شاهدته بنفسي وتابعته كثيرا لحظة بلحظة وكانت عملية راقية يشهدها العالم جميعا أهنئهم بهذا وأهنئهم بتنصيب البابا الجديد إن شاء الله يكون خيرا وبركة عليهم وعلى مصر جميعا المسلمين ومسيحيين أما بالنسبة بخصوص يا شهيد الفاضل هذا كان في عهد النظام السابق بالنسبة للإخوة المسيحيين هم أحسن حظ أخذوه أخذوه في الدولة الإسلامية وفي الحكم الإسلامي ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يأخذوا حقا جديدا جديدا في الجديد مع الدكتور محمد مرشي إن شاء الله تحت حكم إسلامي سوف يأخذون جميع حقوقهم مع البابا الجديد سوف تتغير الأمور ولكن الأطباط أغدرت كرمتهم مثلهم مثل المسلمين في عصر النظام البائد ولكن بعد تغير الوضع الحالي في مصر وتغير السياسات المصرية سوف يكون الجميع سواء أمام القانون في أي أمر كان لهم ما لنا وعليهم ما علينا لا تمييز بين إمرأة ولا رجل لا تمييز بين مسلم أو مسيحي الكل جميع من كل سواء أمام القضاء نعم يا أستاذ كان طيب بشمهندس يعني لا بد أن نقر بأنه كانت هناك ضغاء كانت هناك شكاوى دائمة من المسيحيين بأن هناك من يسمون بالمتشددين الإسلاميين في مصر كانوا يضيقون عليهم كانوا يناصبونهم العداء هل تعتقد أننا أصبحنا الآن بعد ثورة الخامس والأشرين من يناير على سبيل الخطوط أصبح المجتمع خلوا من هذه الضغائن أنا أجيب عليك لقد فهمت سؤالك دون أن تكمله نعم يا سيد الفضل المتشددين هؤلاء كانوا صناعة أمن الدولة مثلهم مثل البلطاجية أمن الدولة هو الذي صنع المتشددين في الدين وهو الذي صنع البلطاجية ليسوده بين هذا وحتى النظام الباهد ليخوف المسلمين من الأقباط ويخوف الأقباط من المسلمين هؤلاء لو تركنا الحكم كان هذا يستعملوا حصل مبارك في الغرب في أمريكا لو تركت الحكم الأقباط تتخطفهم الطير هذا كل ما يحدث في عصر مبارك يا سيد الفاضل يعني زي وضع البلطاجية بالضبط هذا الانفراد الأمني هو صنعة النظام السابق وبالنسبة للأقباط يعني أفضل وهم يقرؤون بذلك البابا في أيام عمر بن العاص حيننا فتح مصر يا سيد الفاضل كان مختفيا من الحكم الروماني أكثر من ثلاثين عاما الرومان كانوا يحرقون الأقباط في مصر لأنهم كانوا مختلفين معهم في الملة وحينما جاء عمر بن العاص وفتح مصر الأقباط كانوا مثل الإخوة المسلمين لن يقدر لهم حق في عهد الدولة الإسلامية أما بالنسبة يا سيد الفاضل وأقولها لك وأنا مطمئن وقرير العين الأقباط سوف يأخذون حقهم في عهد الدكتور محمد مرسي وكان سمعت نيافة الأنبى من قبل الأستاذ لويس جيريس قال لك أن الدكتور محمد مرسي سوف يحضر حفل التنصيب وهذا لم يحدش يا أستاذ كارم من قبل والدكتور محمد مرسي من جماعة الإخوان المسلمين حيث وأنا أحدثك يا أستاذ كارم وأنا لسه من إخوان ولا حزب حتى حرية ودالة ولا أي حزب في مصر على فكرة والدكتور محمد مرسي راجل من الإخوان المسلمين وراجل ينتمي من حرف الحرية والعزالة وهو يحضر وأول رئيس مصري يحضر حفل تنصيب البابا وأقول للإخوة المسيحيين مبروك عليكم وأنتم منا ونحن منكم نعم يا أستاذ كارم شكرا جزيلا للمهندس سيد رمضان معي الآن الدكتور أحمد كمال أبو المجد المفكر الإسلامي المعروف مساء الخير يا دكتور مساء الأموال أهلا مساء دكتور نحن نتحدث الآن عن بابا جديد نتحدث عن مجتمع مسيحي يقر الجميع بأنه بدأ يذوب أو يندمج مع المجتمع ككل بكل فئاته وكل عناصره بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير هناك قضايا كثيرة تنتظر البابا الجديد هل تعتقد أن مثل هذه القضايا يمكن التعامل معها دون أن تكون هناك حساسيات كالتي كانت كنا نراها في السابق بسم ذهر أحمد رحيم شوف حضرتك حين تكون البلاد تمر بمرحلة فارقة في تاريخها يبقى لابد من وضع الحوادث والتطورات والتغيرات الجزئية في السياق الأوسع لكل المرحلة بكل عناصرها وفيها عناصر إيجابية وفيها عناصر تلبية ومن العناصر التلبية في السنوات الأخيرة أننا غفلنا عن تاريخنا وأصبحنا نتكلم عن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين كما لو كانت شيئا بدأ منذ أيام ناسين أنه البعد التاريخي مهم جدا وإنه في الكثرة الغالبة من تاريخ مصر العلاقة بين المسلمين والمسيحيين كانت فارقة إيجابية وقد يدهى شجيل الجديد لحكم الصغر سنه وقلت تجربته نسبيا أننا عشنا عصرا مختلفا تماما بمعنى كان مسيح وطني ملتحم وكانت الحركة وطنية فيها نحن نقيمين وفيها زعماء مسيحيين وكانت تعايش والتجاور والتسانج وصف الغالبة خصة بقى الفتنة الطائفية دي حديثة نسبيا وأنا ممن يؤمنون بنظرية المؤامرة بمعنى أن الناس تدبر كنا بنسميها المؤامرة دي مشكلة أخرى إنما كون هناك تواطئ وتدبير لحماية مصالح معارضة لمصلحة المجموع المصري هذه حقيقة لا ينكرها إلا مكادر أو جاهل شديد الجامع إذن دعونا نشوف السياق ده مشكلته إيه ويقتضي إيه؟ مشكلته إن بعض المشاكل العالقة لم تحسن في وقت سريع وبالتالي ده بيلقي على من يتولى الرئاسة الروحية والدينية للإخوة الأقباط في مصر مسؤولية كبيرة جدا في إنما يحافظ على أمرين أن تكون الكنيسة المصرية طول الوقت كنيسة وطنية في المقام الأول وأن يكون الجسم القفتي في داخل الجسم المصري الأوسع متجانسا مترابطا أولا وثانيا أن تكون علاقته بالأغلبية المسلمة علاقة ود وتساند وإيمان بأن النصير نصير واحد مما يفوت الفرصة تماما وحط عشرين تماما على كل متلاعب صغر أو كبر سواء كان صغيرا في حكم دولة صغيرة أو كبيرا في حكم دولات المتحدة نحن أم تستعطي على التجزئة أو على التفرقة ونبغي أن يكون هذا شعرنا لأن عدونا الحقيقي في المنطقة هو الكيان الصهيوني بما يمثله من توجهات استعمارية استعلائية مدمرة للأمة العربية كلها طيب دكتور هل تعتقد دكتور هل تعتقد أن على علماء المسلمين دورا يقومون به في جعل المسيحيين أكثر إقداما أو أكثر تتجعا على المشاركة السياسية والمجتمعية سيدي الأغلبية نسؤولة أكثر وبالتالي ما نسميه المختضيات المواطنة المشتركة هي مصيرها في يدنا ويد الإخوة شركانا الأخباط شركانا وإخوتنا وأصدقائنا وأعزائنا وذوي رحمنا وذوي قربانا ده أمر ينبغي أن يكون واضحا عند المسلمين والمسيحيين لتفوت الفرصة وأنا بقول التحدي الكبير اللي كنا أردنا أو لم نرد هو تحدينا الأكبر هو الكيان الصهيوني والإخوة المسيحين كان البابا شنودة له توجهات سليمة للغاية ومن على السفر إلى الخدس أبل ما تحرر فلسطين هذه ثوابت في كياننا الوطني وهي التزامات المواطنة المواطنة مشكلة مظريفة تقال المواطنة التزام لأمانة الكلمة وصدق النية وتوحفل المشاعر كلها وأنا بقول دايما إخوانا يبدو أن الاتصال انقطع مع المفكرنا الإسلامي الكبير الدكتور أحمد كمال أبو المجد من مشاهدين الكرام معي من شبرى سامي عبود مساء الخير أستاذ سامي مساء الخير يا فندم سامي عبدون عبدون عفوا 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 أستاذ سامي أستاذ سامي عبدون من شبرى أستاذ سامي يعني هل تعتقد أن على المسلمين الاهتمام يعني احنا لاحظنا في الأيام الماضية اهتماما من جانب المسلمين بإجراء الانتخابات لاختيار البابا ثم القرعة الهيكلية التي جرت اليوم لاختيار البابا هل تعتقد أن هذا الاهتمام بين المسلمين أمر جديد وإيجابي في الوقت نفسه لا يا فندم هو مش جديد ليه؟ لأن احنا حضرتك احنا في مركب واحدة بلد واحدة بلد يضمها وحدة وطنية احنا يا فندم كلنا مع بعض طول عمرنا مع بعض طول عمرنا بنحبق بعض طول عمرنا بنهتم بشؤونهم وهم يهتموا بشؤوننا كلمة شؤونهم وشؤوننا احنا شؤون واحدة يعني ما كيش فرق بيننا وبينه ليه لأن أنا قاعد في شبرى أنا حضرتك على فكرة كلمة قبطي أنا قبطي مسلم فأنا حضرتك كلمة قبطي لا قبطي مسيحي وقبطي مسلم أنا أنا مسلم الحمد لله وحضرتك أنا بحفظ ليه لأن أنا جندي نسحيين أصحابي كتير جدا جدا وطبعا احنا بنفرح لفرحهم طبعا بطريقة لا تتخيلها وحضرتك احنا لازم نهتم لازم نهتم ونعرف لأن الدور اللي جاي على الأنضة الواضر بصراحة موضوع هيبقى كبير قوي إن هو أهم حاجة يعني يقربنا البعض أكتر مما كان عليه من قبل طيب أستاذ سامي أستاذ سامي أستاذ سامي أنت في شبرى وشبرى معروف أن بها عددا كبيرا من المسيحيين يعيشون هل تعتقد أن هناك ممارسات خاطئة أو سلبية من جانب المسلمين أو بعض المسلمين تجاه المسيحيين ومن ثم يجب تغييرها لكي يحس المسيحيون بأنهم شركاء في هذا الوطن وأن مشاركتهم السياسية واجبة وأنه لا مخاوف يجب أن تكون بين المسيحيين والمسلمين هل علينا أو على المسلمين بعض المسلمين التعديل من سلوكياتهم تجاه المسيحيين شخص يا فنم هي أقلية للأسف أقلية معلش في كل مكان فيه أقلية مندسة إذا كان فيه أقلية بين المسلمين فيه أقلية بين المسيحيين معلش فيه حضرتك تذمت فيه كذا فيه كذا فيه كذا معلش يعني حضرتك إحنا الحمد لله فيه فكر إحنا في شبرى حضرتك جينا لما كان حضرتك موضوع الإزاعة والتلفزيون وقفنا أيام ما سبيره وقفنا مع بعض إن إحنا بنطالب بكل ذوق واحد رب مع إخواننا المسيحيين حلو حضرتك لما نيجي أقل فانا كتف بكتفه وقال لما تنواف معي في التحرير كتف بكتفه حل دي ما كانش لها تعبير وليها صدق إن إحنا كلنا فكر واحد وعقل واحد حل الزيانة حل من زمان أيام جدي وابويا والناس دي كلها هل كنت تفرق بين المسيحي إيش معلتي بين دون حضرتك على فكرة معلش يعني الفك للأسف إحنا بنتوره ولكن للأسف في بعض ناس مندسة بتحاول إن هي للأسف أنا بقولها للأسف اللي هي تفرق بين المسيحي يعني ليه كلمة مسيحي أنا في الشغل معايا مسيحي أنا معايا في البيت مسيحي معايا في كل حتا وقلت في الجامعة واوا وكلام دا كنت مسيحي ليه إحنا ليه 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 دايما الإعلام معليش أنا قاسد مش حضرتك ولكن أنا أتكلم عن متى إحنا ليه الإعلام يقول مسلم ومسيح لا ما كيش حاسبه مسلم ومسيح إحنا كلنا كيان واحد ومكان واحد فدعني والله إحنا بنمشي أنا اثنين وثلاثة واربعة بيضنا مسلم ومسيح أنا أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ سامي عبدون من شبرى في القاهرة معي على الهاتف الآن الدكتور ناجي فوزي أستاذ في أكاديمية المسائل خير يا دكتور مسائل نور يا قلي دكتور ما الذي يضيفه انتخاب الأنبى توادرس بابا جديد للكنيسة في مصر هل سيضيف إلى فكرة أو مفهوم المشاركة السياسية والمجتمعية لدى المسيحيين هو أعتقد أنه مش بمعنى الإضافة أدى بمعنى التأكيد لأنه إحنا في خلال الفترة الأخيرة وتحديدا من أواخر العام 2010 أي حتى قبل 25 يناير 2011 خرج المصريون المسيحيون من عداء السلطة الدينية أو حتى يمن بقاش إثناء السلطة الدينية في الواقع المسيحي من حباءة الرعاية الروحية في المجال الدنياوي أي بمعنى أنه لا وصاية سياسية من المؤسسة المينية على مسيحي مصر هذه الآن مقولة غير صحيحة مقولة مغلوطة لأنه ثبت عدم صحبها بدءا من أحداث العمرانية في أواخر 2010 ثم رفض التعلق على حادثة كميشة الكديسين في الإسكندرية أثناء الصلاة على جسامهم في يناير 2011 ثم كل ما تم خلال فعليات الثورة المصرية بدءا من 25 يناير وأيضا حتى الآن الأمور اختلفت كثيرا وستظل مختلفة لأن هذا هو الوضع الطبيعي ما كان يحدث خلال 40 عاما صادقة لم يكن هو الوضع الطبيعي ما كان يحدث هو كان استقطابا مقصوضا من المؤسسة الدينية أن تكون هي المتحدثة بالشأن السياسي للمشاهدين بأكبر أنه لن يوجد أو لا يوجد من يتحدث بإسمه ولكن دكتور ناجي دكتور ناجي كل ما في الأمر أنه يتم تأسيسه من خلال السلطة السياسية الحاكمة والناس للأسف الشديد بتصدق أنه هو ده الصح باي دكتور ناجي دكتور ناجي البعض بعض المسيحيين يرون أن يعني اهتمام البابا الراحل بأن يكون ممثلا سياسيا للأقباط في مصر هذا أمر دفع إليه الأقباط دفعا لأنهم في بعض الفترات عزلوا سياسيا ومن ثم كان على البابا أن يقوم بهذا الدور حضرتك فعلا نعم كان استثناء كويل جدا بهذا السبب وأنا هو ده مضمون بأقوله بتعبير مختلف شوية هو فعلا الحقيقة الظرف التاريخي اللي كان في البابا شهودة لم يعد موجودا لجليل أنه هو نفس الظرف التاريخي لما كان موجود خلال السنة الأخيرتين أو السنة ونص الأخيرتين من حياة البابا الراحل كان واضح جدا أن الظرف تغير خلاص ما بقوا هما دولة اللي يتم تفسيسهم عن طريق مؤسسة دينية لكن أصبعهم من نفسهم قابلين متسيس بحكم الظروف وكانت تظهر كل الاتجاهات الاتجاهات اللي برالية تظهر اتجاهات استراليكية تظهر اتجاهات يسارية حتى متطرفة بمعنى وحش بمعنى اليسارية التقليدية تظهر وهكذا اتجاهات اللي برالية تظهر اتجاهات رأس مالية يمينية تظهر اتجاهات محافظة أيضا ستظهر وستكون موجودة النسيج هو نفسه نسيج الشعب المصري واحد كل ما في الأمر أنه هو وهذه الحقيقة اللي احنا بنحاول من الأسف نطمصها بأشياء كثيرة جدا وهي كانت حقيقة قائمة أمام عين يورد كرومر ولا نستطيع أن نتعرف عليه إلا في حالة واحدة عند دخول در العلاب إلا عرضة من الأسف الشديد بنحاول نعرف النسيح المسلم من نبسه من شوية ألفاظ معينة كل واحد يتكلم بيها انتفادا إلى عقدته أنا أقول لك الرب يقول واحد ثاني يقول لي لازم بدل أن يقول لي أشكرك شكرا جزيلا يقول لي جزاك الله أقول لي شهيرا يعني هي دي ما تنشي يقولها يبقى هو بجهدش طيب دكتور أنا بقى أقول له أشكر الرب يعرف أننا خمسية مساحية دعا تهريك مع احترام الشديد جدا لكن نعوه التهريك في غير مقامه لأنه يؤدي إلى انقسام الأوطان والانقسام المواطنين طيب دكتور ناجي هل نحن بحاجة إلى القول إلى أنه على رجال الدين المسيحي وعلى رجال الدين الإسلامي أن يكون لديهم فكرة واضحة عن يعني أن تكون هذه الخلافات وهذه السلبيات وراء ظهورنا الآن تمام ده حقيقي لأنه إحنا اللي إحنا فيه دلوقتي ده عبارة عن تكوين قعد يتم تأسيسه من حوالي أربعين سنة تأسيس منظم وإن كان تم تأسيسه بطريقة غير منظمة ده أوقات كثيرة جدا وإحنا ما بناخدش بالنا من التاريخ بيقول وصدق لي لو نفقر في التاريخ في مصر هيعرف أن كل المشاكل السياسية والاقتصادية عندما يريد الحاكم المستدد أن يتخلص من أثارها في علاقته بمجموع المحكومين من سكان مصر يقوم يشد على الفتنة أو نسميه بالفتنة الطائفية كان في التاريخ الأديم يعيد على المسيحين في مصر مشاكل مصر السياسية والاقتصادية في التاريخ الحديث المعاصر اللي احنا فيه بقينا بالنعبر عن ده بس بالأسراب تانية ده راح أشهر إسلامه ده راح تتنصرت ده راح مش عارف عمل إيه ده راح اتكلم بطريقة مش مصبوطة ده بيصير الفتنة ده بيسيء إلى الإسلامي أثناء محاضرة في الجامعة وأثناء درس في المدرسة شيء غريب جدا وإشياء مدنية على أقوال مرسلة لا سند لها إلا مجرد التعمير السريع بين المواطنين المصطا شكرا جزيلا لدكتور ناجي فوزي الأستاذ بأكاديمية الفنون معي من مشاهدين أيضا من مرسى مطروح الأخ موسى مساء الخير يا أستاذ موسى ألو أستاذ موسى أيها السلام عليكم عليكم السلام كيف تتابع وكيف ترى انتخاب البابا الجديد والدور الذي يمكن أن يقوم به في التقريب أو محو ما يمكن أن يكون هناك من خلافات بين المسيحيين والمسلمين في مصر أولا أهن الأخوان المسيحيين في الوطن وأتمنى أن يكون هذا يعني البابا الجديد فتحت خير جديد على مصر ويعني لي عدة مطالب يعني أتمنى أن نكون بكل وضوح طيب زي أيها السيد موسى يعني أتمنى من البابا الجديد أن يكون لأن لا يكون يتبع النظام الحالي كمثل الصابق أيضا أتمنى أيضا أن يكون هناك مطالب واضحة للأخوة المسيحيين في الوطن وأن يطالب بها علنا نريد أن كانت هناك مشاكل فلت الحل العالم إذ كانت هناك قوانين تعجز بناء الخنائس فلننشق قوانين إذ كانت هناك قانون أصلا موجود ونحن الآن يعني الأخوة مازالوا في مشاكل ضد دستور أن تضع قوانين نحمي بها أخواننا المسيحيين في الوطن إذ كانت هناك قوانين تعارض بناء الخنائس إذ كانت هناك قوانين تعارض أن يكون في وضائف مهمة في الوطن حتى لا نعطي بما يسمى الأقباط أو النشعيين في المنجر أو الدول التي لا تريد الخير لمصر أن تتدخل لا نريد أن يكون هناك خلاف لا في الباطن ولا في الظاهر نريد أيضا من الباب الجديد يعني نحن في محافظة مضروح ونحن في محافظة حدودية نعرف المسيحيين يعني من أجدادنا كانوا يحكوا لنا من قصص القديمة عندما كانت نقح الحرب الإيطالية في ليبيا كانوا يساعدون الليبيين معهم يعيشون معنا في الصحراء وفي الحضر يعني ما عرفنا بهذه المشاكل بين الأقباط وبينهم إلا عندما سمعنا بما يسموا بيقباط المهجر هناك من يأتي ويطالب دولة وهذا الذي فعل أخيرا الفيلم المسيح نريد أن نتبرع من هؤلاء وأن نفتح صفحة جديدة مع بعضنا نحن المسيحين نحن كلنا مصريين وكلنا ندافع على هذا الوباء طيب أنا أشكرك أساس موسى وصلت فكرتك شكرا جزيلا أشكر أيضا كل من شارك في هذا النقاش حول الدور الذي ينتظر للكليسة في ضوء اختيار البابا الجديد شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم